أهلاً أحبائنا مشاهدينا حديثة عن تطهير الأبرس اللمسة المطهرة المقصود لمسة يسوع المسيح جاء الأبرس بالحقيقة هذا الشخص كان والحق يقال شخص محترم محترم جداً بكل معنى الكلمة ولكن خلينا أقول شيء مهم إحنا قرأنا بالعهد القديم يعني شو الأبرس فهذا الشخص تخيل يعني إذا المسيح نزل من الجبل وكان مش أقل من عشرين لتلاتين ألف شخص اللي عم بيتبعوه بيمشو وراه كيف منعرف من معجزة إشباع الآلاف هذا الأبرس يعني جاء مجازف بحياته لأنه المفروض أن يكون من مسافة بعيدة وأنه الأمر لازم يكون واضح ملابسه مشقوقة ممزقة شعره مكشوف أشعر يغطي لحيته لحيته أو يعني اللحي مع الشوارب مغطي لأنه هذا المرض بيدخل صقف الحلق والأنف والفم يعني بيوكل كل الجسد يتشوه وبعدين لما بيقترب من الناس لازم يصرخ يعني بحسب الشريعة نجس 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 حتى اليهود وضعوا قوانين كم متر ممكن يقترب وإذا فيه رياح شديدة أكم متر لازم يكون بعيد كل هذه القوانين وضعوا معسكرات معينة حتى يودوا الأكل بدون يكونوا من بعد ففعلا هو يعني هو ميت مع إنه حي ولكن هذا المريض جاء إلى يسوع المسيح وسجد وجثى بحسب إنجيل وقواء ومرقص فبالحقيقة أجا حامل إيمان جبار إيمان حقيقي وفي نفس الوقت اتضاع لا مثيلة له اتضاع عظيم جثى معلن خضوعه جاء يعني بكلمات أخرى بحالة مستقتلة جازف بكل معنى الكلمة حتى يحرر يشفى يطهر من هذا المرض البغيد الكريه وكأنه عندما جاء وجاء إلى يسوع كأنه يقول يا يسوع النموس بيفضحني بس النموس كمان بيكشف ضعفي وبيكشف عجزة ومش بس إنه بيكشف إنه بيفضحني والأصعب إنه بيحكم علي وها أنا مريض محكوم علي كأنه سجن مؤبد في زنزاني لوحدة بس أنت أما أنت يا سيد إن أردت تقدر أنا عارف تقدر أن تطهرني تحررني من هذا العذاب الأليم العذاب المرير ليلا ونهارا هذا المريض أو هذا الأبرس كما وصفه الطبيب لوقا في بشارة لوقا بكلمتين مملوء برسا يعني وضعه أصعب مش من الأمراض الخفيفة لا لا مملوء برس يعني خلاص كل جسمه فهي مجازفة بكل معنى الكلمة للناس يحق أن يرجموه يطردوه يضربوه بالحجارة خوفا من العدوى أنه يعديهم من هذا المرض الخطير إن أردت لكن لاحظ يسوع شو ما أكتب عنه تحنن المسيح ولمسه لمسه بالأول في الحال طهر من برسه ولمس داخله لقد هذا المريض أكرم المسيح بإيمانه لقد جاء للمسيح رغم كل الموانع الشرعية بعدم الاقتراب أو اللمس لأنه كان مملوء برسا بحسب لوقة صحاح 5 هذا الأبرس أعلن إيمانه بالمسيح إنشئ آمن بقدرة المسيح آمن بحنان المسيح وشفاقته جعل شفاءه رهن إرادته إرادة المسيح لم يعرض نفسه يعني ما اقتحمش المسيح بل أعلن رغبته عرض رغبته للشفاء إن أردت بكل الاحترام والخشوع والسجود لرب المجد الرب يسوع إن أردت تقدر أنا بعرف بس بالحقيقة إذا أنت عندك الرغبة حباء يسوع عنده الرغبة وعنده الإرادة وعنده القدرة والقوة والسلطان على الشفاء جاء للشخص للرب يسوع المسيح فجعل شفاءه رهن إرادة يسوع المسيح ترك الأمر ليسوع المسيح يعني بكلمات أخرى احترم حرية وإرادة المسيح وهكذا المسيح عادة بيحترم إرادتنا وبيحترم حريتنا إلا إذا وصلنا لحالة مثل المفلوج في بركة بيت حزدة يعني مكتوب عنه هذا رآه يسوع وعلم أن له زمانا كثيرا فسأله أتريد أتريد أن تبرأ أجاب المريد وقال يا سيد ليس لي إنسان يلقين في البركة متى تحرك الماء بل بينما نآت ينزل قدام آخر وهنا المسيح عالج إرادة هذا المريد قال له قم احمل سريرك وامشي وفعلا قام في الحال وشفية ومشى أمام الجميع بركة بتحزدة اللي هي موجودة في القدس في أورا شليم اشتركوا في القناة